أمام ضيفه شبيبة القبائل لحساب الجولة الثانية والعشرين دائما وأنهى شباب الوزداد الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف من تسجيل اللاعب الساخ في الدقيقة السادسة ضد مرماه وعدل النتيجة في الدقيقة الثامنة والأربعين وهذا قبل أن يضيف الشباب هدف الفوز في الدقيقة الثمانين وكان ذلك عن طريق الإبعاد الجرار وبهذا يواصل شباب الوزداد نتائجه الإيجابية مضيفا ثلاثة نقاط أو ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده الذي بلغ 22 نقطة واحتل بها المركز الثاني عشر إلى مباراة